بالنسبة لجوان كان مشهد جثث عائلتها المتناثرة أمرا مرعبا ولكن الأكثر رعبا على الإطلاق عندما علمت بهوية القاتل الحقيقية نعم لقد كان أمامها طوال الوقت دون أن تدري حصلت القصة في ولاية كونتاكي في أربعينيات القرن الماضي لفتاة تدعى جوان كيجر قد تبدو القصة عادية للبعض لكنها في الحقيقة من أكثر القصص المرعبة الحقيقية على الإطلاق استيقظت جوان كيجر تلك الليلة بعد أن سمعت صوت إطلاق نار فأدركت على الفور أن اللصوص قد اقتحموا منزلها الذي تعيش فيه مع والديها وشقيقها الأصغر جيري لحسن الحظ كان والدها يحتفظ بمسدسين في خزانة الملابس فأخذت تطلق النار على المقتحمين وجدت جوان والدتها تنزف وتصرخ من الألم بعد أن اخترقت إحدى الرصاصات قدمها فركضت لإنقاذها إلا أنها تعثرت بجثة شقيقها الصغير جيري الذي كان يرقد بجانب والدها المقتول ارتعدت إوصال جوان فركضت مسرعة نحو الحي وقادت السيارة نحو منزل جارها روبرت مايو الذي قام على الفور باستدعاء الشرطة ولكن الصدمة المرعبة أتت لاحقا حيث لاحظ المحققون أن المنزل لم يتعرض للاقتحام ولا أثر لوجود اللصوص فالنوافذ والأبواب كانت مغلقة تماما تم فحص البصمات وأغلفة الرصاصات التي اخترقت جسد العائلة وكانت نتيجة الفحص قد أصابت جوان بالرعب تبين أن الرصاصات خرجت من المسدس الذي كانت تحمله جوان نفسها وتبين لاحقا بشهادة والدتها أن جوان هي من أطلق النار وقتلت والدها وشقيقها الصغير وهي من أصابت والدتها بجروح بالغة لكن ما أخبرت به الأم هيئة المحلفين في المحكمة جعلتهم في حيرة من أمرهم إذ أن جوان فعلت ما فعلت وهي نائمة ولم تكن تعي ما تفعل فعندما أطلقت النار على عائلاتها كانت تظن أنها تواجه اللصوص خضعت جوان للفحوصات الطبية بشأن نشاطها الدماغي فثبت أنها تعاني من اضطرابات في النوم وإنها تشكو من السرنمة والتي تعني السير أثناء النوم وفي النهاية قضت المحكمة بتبرئتها من الجريمة هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله